جيني كامل بعد أزمة التسريبات، أنقذ شيرين عبد الوهاب كشفت الفنانة جيني كامل عن تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة مطالبة بتدخل أي شخص من أجل مساعدتها وإنقاذها مشيرة إلى أنها لم ترى من أسرتها ما يمكن أن يضرها جيني كامل تطالب بالتدخل لإنقاذ شيرين عبد الوهاب وكتبت جيني كامل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً مطولاً تحدثت فيه عن ما تمر به شيرين عبد الوهاب بعد التسجيلات الأخيرة التي أتهم فيها حسام حبيب شقيقها بالتعدي عليها مؤكدة أن شيرين تتمتع بالطيبة والتلقائية ولفتت إلى أنها الشخص الوحيد الذي هاجم حسام حبيب بعد أزمتها أمام الجميع على الرغم من تأكيد الجميع على أنهما سيعودان إلى بعضهما البعض وهو ما حدث بالفعل وقالت جيني كامل كلمتين حق شيرين عبد الوهاب من أكثر الشخصيات الجدعة والطيبة والبسيطة شفت كثير من طفولتها ومحدش له فضل عليها موهبتها ونفسها وبسي ولكن هي لها أفضل على ناس كثير وبدون مقابل وتابعت أنا الوحيدة اللي هاجمت حسام حبيب في وقت كل الناس كانت بتقوله اتصالح وفعلا اتصالح بعدها مشيرة إلى أنها التقت بها في الرياض وقت حفل روائع الموجي ولكن حسام حبيب خرج عند رؤيتها ولفتت إلى أنه خلال أزمتها الأخيرة تحدثت معها عبر الهاتف لدعمها قائلة في أزمة الأخيرة طلبتني وقالت لي كلام يضحك ويبكي في الوقت نفسه ممكن من تقابلش بس نرغي بالساعات في مكالمة كانت بتهزر على نفسها لأنها كانت اتطلقت من حسام وشددت على ضرورة الحديث عن شيرين عبد الوهاب وعدم توجيه اللوم لها لأنها تمر بأزمة كل ده لازم يتقال في حق واحدة عمري ولا عمرها ما كان لنا مصالح مع بعض بتحبني وبحبها من غير شروط هي فعلا في أزمة وأنا مش عايزة أعرف مين السبب ولا وقت لوم للبنت جيني كامل تدافع عن أسرة شيرين عبد الوهاب وعن أسرة شيرين عبد الوهاب أكدت جيني كامل أنها تعاملت مع والدتها وشقيقتها وشقيقها ولم تر منهم إلا أنهم أناس طيبون ويرغبون في رؤيتها بخير وسعيدة متابعة ولي يشوف مراته حالتها الصحية والفنية بتتدهور كده يبقى سبب لأنه كان لازم يكون له دور لأنه ولي أمرها حتى بالعافية وخصوصا أنها بتحبه وأكيد كانت هي تسمع كلامه وطالبت جيني كامل الجميع بدعم شيرين عبد الوهاب بدلا من تركها للغرق بحد تعبيرها قائلة أنا شايفت ناس نطط من المركب والبنت بتغرق بدل ما نشد أيدي بعض إحنا مصممين نهرق بعض مشيرة إلى أنها لا تعلم مكان تواجدها حاليا للذهاب إليها وأنهت حديثها قائلة تقف جنبها ولو فيه حد منقذ يتدخل بإيده ابقى بعقل بفلوس بنفوذ بسلطة يخشي خلص ده اللي أنا بفهمة حد يخشي خلص أو همصح يومي نعيط بس كلنا يذكر أن شيرين عبد الوهاب اعتذرت مؤخرا عن المشاركة في حفل كان من المقرر إقامته في دبي بسبب سفرها في رحلة استشفائية وجاء ذلك بالتزامن مع التسريب الصوتي المنتشر لطليقها الفنان حسام حبيب الذي أتهم فيه أسرتها بأنها السبب فيما وصلت إليه واستنزاف أموالها فضلا عن تعد شقيقها عليها بالضرب وتبادل الثنائي حسام حبيب وشقيق شيرين عبد الوهاب الوعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمقاضات بعد هذه التسريبات إلى أن ردت عليها الفنانة المصرية مؤخرا لتؤكد حديث طليقها قائلة كلام حسام مضبوط وفعلا أخوي باعني مشيرة إلى أن هناك من استولى على السوشيال ميديا الخاصة بها ولكنها لم تكن ترغب في الحديث عن مشاكلها الشخصية أمام الجميع